ماذا ندير؟ والله جاتني فكرة المهم مش فكرة هذي احنا نديروها مانيش عرف الكل يعرفها هاد الطاجين ولا ما يعرفهاش ليسانسيال سباكيتي مالغا مانيش عرف الاسكل الكل يعرفها ولا ما يعرفهاش المهم عدي نعطيكم مكونات درت بصلة درت انا مكترش دوماتس درت نتحبه دوماتس فيها درت كابابة درت الهيل درت القرفة درت الرنت درت زيت زيتون طيابي بزيت زيتون ودرت ورقة تعرن مهم ابغيت نعطيكم واحد الحاجة فائدة ان شاء الله لا ربما ما تفيدكم هي الحلبة الحلبة نتمنى الاخوات مني طيبو يدخلها في اكلها مشي بنسبة كبيرة نسبة صغيرة لا ربما راكم تشوفوا فيها اهاني اني مخاليتها هنا سننوريكم هاي فوق الحمداء الجاج مانيش مكترة مانش مكترة هي عندها فائدة كبيرة بزاف يعني تنظم الهرمونات فيها كل هرمونات الجسم هاي سباقتي بقات لي هاي شوية راكم معرفين مع الشهر كوشي يخلاص مهم بقات لي هاي شوية قلت لي فكرة هاي قد لك نديرها هاي اكل قادم انا بالنسبة لي الوالدة اللي يرحمها وربي يحسن عليها ان شاء الله ويجعل مكترة على الجانه ورحمها مهات سيدنا محمد كانت تبغيها وديرها انا حبيت اليوم نديرها هذه السباقتي غادي نديرها مرقة سوف نديرها كما قلت لكم نتخلي الحميد تقليها مليح ونجب تقسيم قطعها ونجب نديرها وننفيضها موالو ونغليها في الماء موالو كما هكذا نسقي الطاجين ثم نحس الحمطة بشوية نضيفها ولازم يكون فيها شوية سوك باش تكون حنا عدنا هذه النوعيات المهم أنه نجب هذه النوعيات المليحة يعني أنه لا تبصر بها لذلك لا تشرب الماء مبزا لا تجعلها في المرقة ونجب تقسيم قطعها سوف يشاهدون معي الخطوات والتي عندها السباقتي تشرب تحاول تزيد قليلا تزيد قليلا لسوف ولكن يجب تقسيم قطعها ونجب تقسيم قطعها ونجب تقسيم قطعي ونجب تقل الماء نجب تقسيم قطعها نجبت لهير ونجب سبب قطعها لتجب تطيع قطعها لديهم طبايع الشينا لا يريدون القصبر لا يريدون القصبر لا يريدون لهم ونحن نريد الكبابة ونحن نريد الكبابة المهم نحن لا ندخل في التفاصيل كما قلت لكم سوف نجيب برطوكسي قدامكم سوف نوركم كيفش هنا جيكي المنشعان جيكي شغل شربة بسحة الشربة مايش مصفية مصفية جيكي شغل شربة بسحة شربة مايش مصفية بسم الله قطة حق طايا الصبار هذه اللي مكوش عندها بالتفاصيل لاني مصفية مهمة تبدين تزوخي ومهمة تبديني وتبكر هي تبكر هي تبكر هي تبلني ومسفة تبكة ثانية ملل يملل ان شاء الله غالب وش ندير هذه هي خدمتنا ومهم أخواتي ها هي كي ما قلت لكم ها هي كيفش ذات هنا نجدها الهرم لا نرميها لا نرميها لا نرميها نتقل العقوب نقصها قليلا نقصها قليلا والزنجبيل كان عندي نقصها قليلا الزنجبيل كان عندي خاش غبرة كان عندي دائما نبغي هنا في الأكل هي قطعته كتم شوية 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 شوفوا الانسان ما يكلفش على نفسه يدير شيء اللي عنده ما يفتخرش صراحة أنا غادي لا أعرف بعض الأخوات يجبون الوصفات وليق وليق إنسان الشيء اللي عنده الامكانيات اللي عنده هي عيش به هذه الأكلات أنا نحاول إن شاء الله يا رب عندي فكرة في راسي سنحاول نطبخه الطبخ صحي والمهم نجمعه بين الدوق كما نقول نجمعه بين الإمكانيات اللي عندنا ما نكلفوش على نفسنا كله هذا خير ربي سبحانه اللي أعطاهنا ربي أنا حمدينه وشاكلين الحمد الله الخبز والماء والمهم أن الإنسان يكون بساحته ومرتعه المهم أني لا أعطي لكم محاضرة محاضرة بالصحة أنا أريد أن الإنسان يعيش بالبسطة يعيش بالشيء اللي عنده بالشيء اللي عنده ولينا نتكلفوه بزاف ولينا نصنعوه بزاف ولينا نفرضو على نفسنا شي سوالح تنفق طاقتها يعني لا أريد أنتو مانا ثاني كذلك أنا ثاني لدينا معاكم اليوم أكلة جزائرية في بيت عراقي هذه نجربها لا مش نجربها ديجا درتها الرجلي وكلاها بس كونا ثاني الروز كل يوم أنا عندي لازم في الطبق الرجلي لازم يكون لها الروز فوق الطابلة بس كونا عدنا غيوة وحدة لفتر الصباح لازم يفتروا مليح يعني فتر مليح لازم مكون مليح السلم مكون من السلاطة من الخيار من حلوة الترك من الفرماج على أنواعها يأكلوا مليح 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 ومعد يشربوا هذا كل الشاي الأحمر أنا أقول لتنا نشرب الشاي الأحمر بس نبعد شاي نبغي لاته يتعب لن يفتروا مليح كيف يفتروا مليح مليح في ذاك الصباح فبتروا مليح يجب ان يكون مجدل فتر هذا هو فترنا فتروا مليح 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 ومعد ذاك الصباح لازم يشرب المليح لاته يكون غط لن يكون غطا لن يكون مجدل اذا كانت هو واحد خلاصاً يسبب وليس سيصال وفي الليل كانت حاجة فاكية فاكية لم يزيد كل ما بأكلها اكبر حاجة فاكية أو الدفاح وهذا كانت مجدرورية و اصلاً فتعودوا على هذا الرتم ستقوني فتعودوا على هذا الرتم لا بعمل أنتم سباعة وحدكم أنا في صالحي هذا فقد أحوص لنقص باقصى درجة يعني كما مثلكم المهم ان نطلع على الطنجين فتفت الهضراء اليكم الله تتمنى تدعموهم وتزورو قناواتهم ونتمنوا الخير لبعدنا باش ربي يعطينا الخير لنا والغيرنا وفي الختام سلام